أنسنا ببهجة هذا المجلس الهاني كبهجتنا العظمى بمنحة رمضان ليال قضيناها بذكر محمد عليه صلاة الله سري وإعلاني فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض نعم شهادة أهل الفضل والصدق لا شهادة الفسقة دائما إذا شهد أهل الصدق والفضل للعبد فهذه الشهادة تكون له عند الله سبحانه وتعالى مكان وأما لو شهد له فاسق أو شهد له عاصي فهذه الشهادة لا تعود عليه بعائد بل تضر نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضا الله عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أئما مسلم شهد له أربعة بخير أدخل الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد قال يعيد ذلك حديث أنس عند أحمد بن حبان والحاكم مرفوعا ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى قد قبلت قولكم وغفرت لهما لا تعلمون ولماذا أخص الله الجيران لأن الجيران غالبا مع الاحتكاك الدائم يعرفون أخلاق الإنسان لأن الجار دائما يحتك بالجار فيعرف دخوله وخروجه وحركته وسلوكه ونظراته وما إلى ذلك فإذا شهد لك الجار كما سمعته في الحديث الله تعالى يقبل شهادة أربعة من الجيران الأدنين يعني الأقرب إلى منزلك إذا شهدوا لك بالأمانة وشهدوا لك بالسلامة وشهدوا لك بالخير نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن البرائب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمنون في قبره أوتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون هذا يؤكد على أن الميت يسمع يسمع الخاطب يسمع المنادي وأنه في قبره له نسبة من الإحساس غير إحساس الدنيا لأن الناس يؤكدون أن الميت مثل الحي والأصل أن الإنسان له عدة نماذج من الحياة في بطن الأمة له حياة تختلف وفي ما قبل بطن أمة له حياة تختلف وعندما يولد إلى أن يموت له حياة تختلف وبعد أن يموت إلى أن يحشر له حياة تختلف ثم بعد ذلك له الحياة الأبدية الأخيرة التي هي في الجنة لأهل الجنة وفي النار والعياذ بالله لأهل النار فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه الأطوار في الحياة فهو ليس بمؤمن إنسان يتفقد حقيقة إيمانه الذي يقول له كيف الميت هذا يسمع الميت مات إذن أنت تتكلم بعكلك ما تتكلم بنص النبوة هذا نبي بعثه الله يعلم الناس دين وعقيدة وفطرة ويعرفهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وأمر ما قبل الدنيا وما بعده الحساب والعقاب ثم يأتي إنسان بكلام ويقول لك كيف يدخل في العقل أن هذا الميت يسمع ولا أن هذا الميت يجلس فيها قبره ولا أن هذا الميت يسألونه الملائكة لأن العقل هذا يعتقد أن الدنيا مثل حياتها يعني الأخرة يعتقد أنها مثل حياته وليس كما يجلس الناس في المنزل يعني ما بترى الميت يدخل للقبر وبعد يجلس كما ترى أنت جالس هو سيظل على ما هو عليه لكن هناك انتقال لحياة أخرى يسمون حياة البرزخ يقربها الدين ويقول مثل حياة النائم فإن النائم ينام فينتقل من عالمه الحسي إلى عالم آخر هو أقرب إلى الموت هذا الذي يريد الإسلام أن يقربه للإنسان والنوم في بعض الأحوال والمرأي حقيقة تجد أن النوم كأنه حقيقة إذن معنى ذلك أن حساب القبر وعذاب القبر وما يراه الميت في عالم القبر هو عينه الحقيقة وخاصة أن الروح تنفصل تماماً عن القسم أما عندما يكون الإنسان لم تنفصل الروحه عنه في المنام فهو يرى الرؤية ثم ينهض ثم يقوم في تذكى الرؤية أما عندما يموت تنقطع عليه تنقطع الروح فيكون الأمر على عين الحقيقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى نعم بسم الله الرحمن الرحيم أن أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً وذكر فتنة القبر التي يفتتن بها المرء ولما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة نعم أول هنا في الحديث السابق في الآية إنك لا تسمع الموتى لا يتنافى مع الأمر السابق أن الميت يسمع ولكن هنا المقصود به أن بعض الناس أو كفار مكة كأنهم موتى لا يسمعون ما ينتفعون به فإنك لا تسمع الموتى إنسان يعيش معك وتعلمه وتعظه وتذكره هو ما يسمع هذا المقصود به كأن ما هو ميت أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس قرأ رضي الله عنكم وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال يهود تعذب في قبورها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لحين قينا نحن في زمان اسمعنا بعض العلماء يقولوا كذب المسيح الدجال ما هو موجود ولا هو صحيح وإنما هي أسطورة نقلت عن اليهود إلى المسلمين اسمعوا كيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ النبي من عدة فتن وذكر منها فتنة المسيح الدجال وهو المخلوق الأعور من البشر الذي يخرج في آخر الزمان فيستلم كل الفتن ويستطيع أن يبلغ ما يبلغه من أذى الناس ومن دجلهم ومن إفسادهم في شؤون حياتهم فالنبي كان يقول اللهم أن يعذبك من عذاب القبر وعذاب القبر حقيقة ومن عذاب النار وعذاب النار مثل ذلك ومن فتنة المحيا والممات المفتون في حياته والعياذ بالله يصاب بلا كبير ونماذج الفتن متعددة بما فيها حتى الدخول في شؤون لا تخص من أمور الحياة من إساحة الذم أو من إسالة الدم وإساحة الذم هذه فتن من فتنة المحيا وأما فتنة الممات فهي أن يفتن الإنسان في قبره فيلجم عن الإجابة الصحيحة أول عياذ بالله يكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يسأل ماذا تقول في هذا أي عن النبي محمد فإن كان ثابتا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن كان منافقا يقول سمعت الناس يقولون إذن معنى ذلك هذه فتنة الممات بقي فتنة المسيخ الدقال فهذه مثل الفتن الأخرى كيف تثبت الفتن المنصوص عليها بكلام النبي وهي صحيحة ثم تنفى إحداهما لعدم علم الشخص أو لعدم معرفته وهذا أمر ينبغي أن تفهمون سببه سببه أن كثير من أهل العلم لا يدرسون فقه التحولات وفقه علامات الساعة لا يعتبرونها جزءا من الدين فلذلك عندما يسمعون أحاديث الدقال أو المهدي أو عيسى يدخل إليهم الشك من حيث الرواية أو من حيث النص أو من حيث المتد لكن لو قرأوا هذا العلم كركن من أركان الدين كما هو في حديث جبريل لعرفوا أهمية هذا العلم بعد ذلك تأتي الأحاديث على حسب مراتبها هناك أحاديث صحيحة هناك أحاديث حسنة هناك أحاديث ضعيفة هناك أحاديث مردودة مثلا في أي علم من العلوم ألا توجد في بعض العلوم الشرعية في الإسلام والإيمان والإحسان أحاديث صحيحة؟ بلى وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة؟ إذن توجد فمعنى ذلك أن العلم بعلامات الساعة كركن من أركان دين الإسلام في متعلقات النص الشرعي لما فات على بعض العلماء هذا صاروا لا يتعرفون على هذه المسألة لأنها غير موجودة في الكتب وغير مدروسة في كتب العلم وغير مبنية على التقعيد والتفصيل فلذلك ربما يكونوا إلى حد ما معذورين بهذه الأمية أن لا يعرفون شيء عن موعدات أخبار بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك من أراد أن يخرج من هذا الفهم الخاطئ الذي يشاع الآن حتى في القنوات أو في أجهزة التواصل أو ما تسموها شبكات التواصل فإن عليه أن يرجع إلى قراءة العلم بعلامة الساعة ليس قراءة مطالعة راح اشترى الكتاب من السوق حصل كتاب في السوق مكتوب علي علامة الساعة اشتراه واحد ثاني حصل كتاب البرزنجي اشتراه واحد ثاني مجد كتاب الفتن لابين وعيم حماد اشتراه هذا مثل أي كتاب تقرأ اقرأ قواعد هذا العلم ثم عرف تطبيقات هذا العلم فستجد أن النبي قد بسط لك أمر الناس في آخر الزمان والدقال وعيسى والفتن وحال النساء وحال الرجال كما بسط لنا أمر الصلاة والصوم والحج والزكاة والوضوء والاستنقى والغسل وكل متعلقات الدين كل هذا لم يذهب النبي إلا وقد بينه فالصلاة علم هذا من علم وجهل هذا من جهل قرأ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن له مرضعا في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن سمرة بن جند بن رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجه شريف فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فقال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فقلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل في شدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو قال صخرة فيشدق به رأسه فإذا ضربه تدهدها فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعه حتى كاد أن يخرج فإذا خمدت فإذا خمدت رجع فيها وفيها رجال ونساء عرات فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر ورجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شقرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشقرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشقرة وأدخلاني دارا لم أرقدت أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بالشقرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها فيها شيوخ وشباب قلت طوفت مان الليلة فأخبراني 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 أما رأيت بعده بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قالا نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فدحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقبي فهم الزناه والذي رأيته في النهر آكلوا الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكايل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحر قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنك بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك رؤية الأنبياء هذا الذي سمعناه حديث كامل يشبه حديث الإسراء إذن معنى ذلك يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما رأاه في المنام فثبت في علم الحديث أن هذا من السنة وإن كان مناما لأن رؤية الأنبياء حق ما معنى حق أي جزء من الوحي وتختلف عن مرائل آخرين مرائل آخرين تؤول إذا أحد رأى رؤية يؤول الرؤية لها معناها لكن بالنسبة للأنبياء ليست تأويل ولكنها عين الحقيقة بل هي جزء من الوحي ولذلك سمعنا كل هذا فيما جرى للنبي من الرؤية حتى بلغ في الأخير أنه رأى منزلا مرتفعا فقال هذا منزله قال دعوني أدخل إليه في المنام فقالوا له لا زال لك من العمر وقت فإذا استكملت عمرك دخلت إليه أي بعد الموت فلذلك صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا فائدة الرؤية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نقرأ في القرآن في قصة إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر إذن لما قال افعل ما تؤمر أي بمعنى أنه ما جاءك في المنام فهو وحي يجب تنفيذه وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نقرأ رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم نعم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتعدن في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء اليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيته نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عن هؤلاء النفر الستة فسمى الستة فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاسر رضي الله عنهم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا يا ليتنا بأن أفهم ذلك الكلام في الزمان هذا إذا مات الميت مهما كان أمره ينبغي أن لا يسب ولا يذكر بشر وإنما يذكر ما له من الخير اذكروا محاسين موتاكم هذا الذي عليه العمل بالنسبة للمسلم لكن أحيانا قد يدفع الناس طباعهم أو عداوتهم أو اختلافهم أن الناس يتكلمون يا ليتم يتكلمون حتى في بعضهم البعض ما سلموا أموات الصحابة من هذا الكلام في زماننا الذي نراه الآن ونسمعه وصار عند بعض الناس كأنه دين لما يسمع كلامنا في هذا يستغرب ويرى كأننا نحن الذي خالفنا طيب نحن نسمع كلام النبي ولا نسمع كلام الناس النبي أمرنا لا نشتم ميت بصرف النظر عن حاله فكيف لو كان هذا الميت محصن كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عن فلان وعن فلان وعن فلان لكن للأسف إذا دخلت الأغوايات في عقول الأمة حصل منه هذا الخطأ فليس لنا إلا أن نقول عسى ربي يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرحم من مات ويرحم من بغي لأنه ما عدو يسعى الناس إلا الرحمة شيء رحمة من الحق سبحانه وتعالى الخلق وأما الخلق للأسف تحوله مثل الضباع يأكل بعضهم بعض يشتم بعضهم بعض يجرح بعضهم بعض يكفر بعضهم بعض يشرك بعضهم بعض ما بقي لهم الآن إلا رحمة ربهم يقبلهم جميع علامهم فيه ثم يفصل بينهم يوم يلقونه يوم اللزام ويوم اللقاء نسأل الله لطف السلامة يقول هذا الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تعني إن شاء الله نراه في اليقظة أم يوم القيامة نقول ما قدره الله للعبد من رؤية المنام فهي خير وعليه أن يكتفي بها ومن أراد أن يصل إلى درقة اليقظة فإن الحديث يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به فعليه أن ينتظر عطاء الله إما أن يكون عند الموت وإما أن يكون بعد ذلك في عالم الآخرة وإما أن يكون قبل ذلك ما أحد يرد عطاء الله ما دام المولى سبحانه وتعالى من على عبد بشيء من الخير في رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم فهذا جزء من الخير والساءل الثاني يقول أغلب العطور البخاخة تحتوي على كحول صناعها لجوز استخدام العطر عند ذهاب للصلاة نقول أن غالب أهل العلم قد حققوا هذه المسألة وقالوا أن نسبة الكحول الموجودة في العطور مخففة فلذلك استباحوها وقالوا لا بأس بها إلا في حالات معينة أولاً للذي يريد أن يحتاط يتركها الذي يريد أن يأخذ بمبدأ الاحتياط يتركها الثاني عند الموت عندما يموت الشخص ويدفنونه لا يضعون على جنازته أو على قثة شيء من هذا من باب الاحتياط أيضاً الثالث يقول ساعة الخروج للصلاة لأنها عبادة ينبغي للمتحرز أعرفت المتحرز المحتاط حتى لا يدخل في وسوسه في نفسه فلا بأس أما أهل العلم أجازوا استخدام ذلك لأن نسبة الكحول ليست فيه كثيرة كما هي موجودة في الخمر أو موجودة في غيره نقرأ باب وجوب الزكاة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمني فقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صداقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فقراء باب وجوب الزكاة أنا بأيوبي رضي الله عنه أنا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أخبرني بعمل أن يدخلني الجنة قال ما له به ما له ما له قال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما لا تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصل الرحم بعد بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن نبي هرائط رضي الله عنه أنا عربيا أنا أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما أولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرى أن ينظر إلى رجلا من أهله من أهله جنة فلينظر إلى هذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 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 على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق بعد وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعطي فيها حقها تطوءه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطوءه بأضلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء قال ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشات يحمله على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلقت ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فيقول لا أملك لك من الله شيئا بعد وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه مالا فلم يؤدي زكاته مثلا له يوم القيامة شجاعا شجاعا أقرأ له سبيتا يطوقه يوم القيامة ثم يأخذه باللهزمتيه باللهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنذك ثم تلا ولا يحسب الذين يبقلون بعده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رضي الله عنكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل رضي الله عنهم أنحارثة بين وهيب قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا تصدقوا فأنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقة فلا يجد من يقبلها يقول رجل لو جئت بها بالأمس لقبلت فأنا فما اليوم فلا حاجة لي بها هذا الزمان عاد ما يجيء أو أن يكون قد سبق في شيء من العصور السابقة وإلا اليوم الناس تدور للصداقات ومحتاجها لها قال تصدقوا قبل ما يأتي عصر تخرج بصداقتك فلا تجد من يقبلها يقول لك لا أقبلها في بعض الروايات أنها تكون في آخر الزمان وخاصة في العصرين عصر الإمام المهدي وعصر عيسى عليه السلام هذا المثبت في النص وبعضهم يقيسوا عليها عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان عصر عدل فكان يدار بالصداقة فلا يحتاج إليها أما في بقية العصور فتكاد تكون كل الناس تحتاج لأكثر من الصداقة في ما هي فيه قرأ ويسر لأمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي رضي الله تعالى عنا وعنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكسر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشك العيلة والآخر يشك قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له ألم أوتي كمالا فليقولن بلى ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة اللهم يا من وفقه للخير وفقنا للخير ويعنا عليه قرأ رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتي أن على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة يطوف الرجل فيه بصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء بلا شك هذا الحديث بالمعادلة من كثرة الرجال وكثرة النساء ووجود كثرة الذهب يدل على أن هذا العصر سيأتي في المستقبل مع فناء الرجال في الحروب تكثر فناء الرجال في الحروب ولا يبقى إلا النساء فيكون لكل أربعين من باب القياس القيم الواحد وفي رواية يكون للخمسين مرأة القيم الواحد الذي يرعاهم لقلة الرجال الذين يذهبون في الحروب والفتن نسأل الله السلام وفي مثل هذه العصور في آخر الزمان تعرض الأموال تكثر قالوا بعضهم لأن الناس تزهد فيها لعدم وجود الأسواق المطمئنة الناس كلها في حروب وفتن فلا يجد حتى في السوق ما يشتريه وبعضهم قال لأن الله تعالى يجعل الأرزاق متوفرة في كل نماذق الحياة قرأ رضي الله عنكم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرنا بالصدقة طلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم اليوم مئة آلف نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسألوا فلم تجد عندي شيئا غير تمرأة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار بعده بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال أن تصدق وأن تصحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل القنى ولا تمهل حتى إذا بلقت إذا بلقت الحلق قلت لي فلانا كذا ولي فلانا كذا وقد كان لي فلان بعد بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يدرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدق وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدق سيدنا زينب سيدنا رحمن الرحيم رضي الله عنه نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رجل لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق ليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سارقته أن يستعف عن سارقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله نعم لأصل هي الصدقة بصرف النظر تقع في يجمن أن تتصدق وبعد ذلك يكتب الله لك الثواب سواء كانت في يد خير أو في يد شرير فلا عليك من الأمر فإنما هو رزق ساقه الله تعالى نقرأ رضي الله عنكم عن معنبي زيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضع عند رجل في المسجد فجئت فأخدتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخدت يا يزيد نعم قال لك سواء يا يزيد صح يا يزيد ولك ما أخدت يا معن بعده رضي الله عنكم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت إذا أنفقت المرأة من طعام من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجرها بما كسب والخازين مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجراء اللهم صلى الله 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 عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى أهله وصابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون مولا يصالي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلمك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيى الظلام ما إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي مولاي صلي وسلمك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارات كشحا مترفا الأدم مولاي صلي وسلمك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وروداته الجبال والشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي مولاي صلي وسلمك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلمك أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا على حبيبك خير خير الخلق كلهم وروداته الجبال كلهم وروداته كلهم وروداته جباله لابد على حبيبك خير الحديث اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أجهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أجهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أجهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا يا كريم الفاتحة أن الله يملأ قلوبنا إن شاء الله أمان وإطمئنان وارتباط بأهلنا وأسلافنا الزياني أهلنا وإياكم لكل خير يأهلنا لكل عطايا وأهلنا لكل فيض يأهلنا إن شاء الله لليل نصيبنا من هذا الشهر وبركات هذا الشهر من أوائلة وأواسطة وأواخرة يمن علينا وعليكم ببركة من بركات الثواب والأجر في ليلة القدر وفي بقية الليالي وفي بقية الأيام ويملأ قلوبنا وإياكم إن شاء الله سلامة في الأقوال وسلامة في الأفعال وسلامة في النيات وسلامة في الأمال ويجعل لنا ولكم نصيب وافر إن شاء الله من ذكر كل ذاكر وصلاة كل مصلي وتهجد كل متهجد وزيارة كل زائر وتواف كل طائف اللهم اقسم بالحظ الوافر لنا ولإخواننا الحاضرين والمرابطين والملازمين لهذه المجالس أسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا ويعطيكم من خيره ونوره وبره الذي ملأ السماوات والأرض اللهم يا كريم أنت الكريم أنت الوهاب أنت المعطي هب لنا من عطائك وهب لنا من فيضك ما تصلح به أحوالنا وتصلح به ذواتنا وتصلح به عقولنا وتصلح به قلوبنا وتصلح به جوارحنا وتصلح به أعمالنا فإنا نشكو حالنا إليك ولا شكو إلا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إذا أردت صلاح قلب أو صلاح عبد أو صلاح عقل أو صلاح روح أصلحتها فصلحنا يا مصلح وجعلنا صالحين وادخلنا في بركة الصالحين في هذه الدنيا ومدين اللهم بعد بيننا وبين المعاصي وخذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه واجعل جوارحنا محفوظة وعقولنا محفوظة وأذهاننا محفوظة وصفاتنا محفوظة وظواهرنا محفوظة فإنه لا حفظ إلا حفظك اللهم يا من علمت نبيك محمد أوراده وأذكاره حتى يتم بها الحفظ احفظنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين واجعلنا ذاكرين واجعلنا مذكورين واجعلنا شاكرين واجعلنا مشكورين وانزل على قلوبنا نصيب وافر من سكينة رمضان وبركة رمضان وسر القرآن وعطاء الله في القرآن وتدبير القرآن علمنا منهما نسينا واجعلنا ممن يحفظه ويقوم بحقه أنا الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين اللهم إن نزل القرآن قد انقطع وبقي التنزل فالهمنا اللهم نصيب من ذلك التنزل لهمنا نصيب من تلك العلوم واجعلنا يا أكرم الأكرمين تدبر في كتابك وفيض وقراءة نحس بها وندركها ونطعم حلاوتها في ليلنا وفي نهارنا وفي صلاتنا وفي ذواتنا وفي إخوائنا وفي أولادنا وفي محبين وفي محبوبين وسألك اللهم ما تكرمنا والحاضرين بغضايا حوائقنا الظاهر والباطنة والختام بالحسنة والمولى راضي عنا وعنكم والمغفرة لآبائنا وأشياخنا والمتقدمين أجمعين من أهلنا وآبائنا يغفر لهم ويرحمهم مدخل عليهم في هذه الليالي في قبورهم وبرازخهم الروح والريحان والرضا والرضوان ويسعدهم ويفرحهم ويبهجهم بهذه المجالس ويجعل قلوبهم تفرح إن شاء الله بهذه المجالس وبهذه العطايا وبهذه المنح اللهم نور قبورهم بذلك نور برازخهم بذلك عطر أحوالهم بذلك واجعلنا مذكورين في عالم البرزخ مذكورين في عالم الغيب مذكورين في عالم الملكوت بما ذكرت به عبادك الصالحين واستر عيوبنا واستر ذنوبنا وباعد بينه وبين الأعراض والأمراض والأغراض واحفظنا بحفظك ورعنا برحايتك الظاهر وباطن واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله اللهم إنها كلمة عظيمة جعلتها في هذا الوجود للسلامة وللأمان فاجعلها معنا في الحياة وجعلها معنا عند الموت وجعلها معنا في البرزخ واجعلها معنا يومنا لقاك في معرضاك ومع سلامة عطاك والدخول في بركة نبيكم مصطفاك والختام بالحسنة وأن تراضي عنا وعن عباد الله أجمعين ظاهرا وباطنا أنسنا ببهجة هذا المجلس الهاني كبهجتنا العظمى بمنحة رمضاني ليالي قضيناها بذكر محمد عليه صلاة الله سري وأعلاني